سلام عليكم و ازايكم يا احلى و اجمل فانيليات النهاردة ان شاء الله هنزيل مع بعض طرطة جميلة قوي قوي بالكريمة و هيبقى فيها شغلة البات حل و قوي لكن قبل ما نبتدي بفكركم اللي ما اشتركش معانا يشترك و لايك و شير لو عجبك الفيديو عشان دايما يوصلك كل جديد انا معايا كيك هنا مقاس 16 كيك ميني 3 طبقات كيك و طبقتين كريمة حشو الكريمة اللي معايا كريمة هايبر ما شاء الله متماسكة بتساعدني في الحشو و في التجليز و تمام تمام ببدأ اضيف كمية و طبقة كده كويسة من الكريمة عشان اعمل layer كريمة و layer تانية من الكيك ببدأ ازبط كده الكيك والكريمة فوق بعد طبعا بحط سرب خفيف بارد 1 سكر 2 مية و عليهم عصرة لمونة عند الغليان بحاول على قد ما بقدر اني اساوي طبقات الكريمة مع طبقات الكيك علشان تكون متساوية بشكل كبير وبعد ما بخلص الحشو بوقف الترانش بتاعي بتاعي الحلواني على الجنب كده و باخد كل الزيادات من الكريمة و من الكيك اللي طالع برا الكادر بتاع الكيك اللي عندي انا عايزة حاجة كده تبقى يعني متساوية و طالع بشكل طواني جميل حطيت بقية الكريمة اللي معايا في كيس حلواني مقصوص كده بمقدار 1 او 2 سنتي و بدأت اغلف اعمل طبقة خارجية من التغليف برا كده هبدأ بالسباتيولا اني افرد الكريمة دي عن طريقيني بسبت ايدي لكن الطبق الدوار هو اللي بيجري فبالتالي تتفرد معايا بشكل بسيط وسهل و انا بفرد بلاقي اني فيه بعض نقط كده من الكيك ظهرت معايا بعد خربيش من الكريمة ظهرت معايا طبعا ده بيظهر بعد ما بشيل زيادة بالسكرابر ماينفعش تجاهل النقطة دي لان ده هيقصر في الشكل النهائي وهشوف ان التغليف بتاعي مش محترف وفيه فنكاشة وفيه كيك طالع وفيه كريمة ظهرة فمش لطيف بزود الكريمة وببدأ اجلس تاني كمان بشيل اي زيادات من حواف الكريمة من فوق باني بنيمها كده لجوه وطبعا حواف السكرابر بتعلم فبحط الاسباتيلا في مياه سخنة وبزبط الوش معايا في التب سهستخدم تبين تب وان ام وتب تاني اسمه ناين اف تي الوان ام ده الصغير وناين اف تي ده الكبير كمان معايا معلقة حطيت فيها لون ايفوري فقداني لون قوي خفيته كده في كمية كبيرة من الكريمة البيضة علشان يديني لون الفاتح ده ببدأ زين في القاعدة وبستخدم تب وان ام في اني بعمل نقطة واشدها نقطة كده واشدها شدة بسيطة فبتدي معايا الشكل الجميل اللي انتو شايفينه ده حاجة كده كأنها متزخرفة بشكل حلو وبستخدم تب رقم ناين اف تي ناين اف تي ده هو هو تب رقم 172 بتاع الكريمة لكن ده كبير بتاع البتيفور تمام بس بيديني شكل لطيف قوي بيديني يعني فخامة كده للطرطة وكمان عملت جارنش بالنفس التب اللي معايا اللي هو وان ام وبدأت اقسم الطرطة كده قطعة طولية بسيب نقطة كبيرة واعمل في النقطة اللي بعدها اسيب نقطة كبيرة واعمل في النقطة اللي بعدها فباخد مكان متساوي هنا ببدأ اهز ايدي كده بشكل زي الزجزاج علشان اعمل زي رسمة عين كده ببدأ انزل من تحت لفوق وانزل تحت تاني ومن تحت ببدأ من فوق وانزل تحت واطلع فوق تاني بحيث فلها كده زي ما تكون قفلت عيني كمان هبدأ احط لون تاني اللي هو الاحمر مع البني علشان يديني لون بيتي بس هو اداني هنا بطيخي فاتح شوية فدخلت كمان سنة لون من اللون البني علشان يغمق شوية معايا كده يديني كشمير حلو وهنا هستخدم تب رقم اتنين اللي هو تب الكتابة بعمل نقطة وبشدها ونقطة وبشدها ونقطة وبشدها التلاتة بجمعهم في نفس النقطة فبيعمل معايا زي وردة كده نون وصغنانة على الاطراف وهنا هبدأ برضو اعمل نقطة وشدها علشان اعمل طبقة بين الطبقتين التانيين وهطعم باللون اللي معايا اللي هو اللون الكشمير في اني اكسر حدة اللون البيج شوية ايدي الشمال مسكة ايدي لينين لان لو سبتها وانا بشتغل هتتهز وهتترعش وهتطلع لي شكل مش مظبوط حطيت نقطة في النص وبدأت اقلم عليها اعمل نقطة وشد نقطة وشد وبحرك الطبق الضوار معايا ما باعتمدش على حركة ايدي لو باعتمدت على حركة ايدي هتطلع وردة مفنكشة وجنب اكبر من جنب انما لما بلف الطبق الضوار بتديني وردة متساوية زي ما انتو شايفين كده هنا كمان بدأت اكسر حدة اللون اللي بيج معايا في اني اعمل لون كده صغير بين البنين ان شاء الله الطرطة تعجبكم تكنيكها سهل نورتوني وشرفتوني ترجمة نانسي قنقر